أشفى مصدر من إدارة مركب خمسة جوليا لقناة توني ميديان الأخير أو الأخيرة ستشرع في ترميم غرف حفظ الملابس القديمة في الأيام المقبلة وهي التي بقيت مغلقة لعدة سنوات حيث قررت إدارة المركب وعلى رأسها المدير العام محمد بغتي القائم بترميمها لتخفيف الضغط على غرف حفظ الملابس الحالية ليصبح بذلك العدد أربع غرف لحفظ الملابس مثل ما هو معمول به في مختلف الملاعب في البلدان المتقدمة وكانت إدارة المركب قد أعادت سينة الأرضية وغرف حفظ الملابس بالإضافة إلى النفق المؤدي لأرضية الميدان حيث ظهر الملعب في أبهى حلة في مبارة نصر حسين داي والشباب الوزداد وهي الأولى بعد إعادة فتحها